السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حد من حبيبها هيقول لي ايه دخل التكنولوجيا يا أستاذ محمد في الفراخ والحاجات دي هقول له حاسب التكنولوجيا دخلة في كل حاجة تكنولوجيا دخلة في كل حاجة يعني ايه طب أنا المحتوى بتاعي تكنولوجيا ايه علاقتي بالفراخ هقول له حاسب أنا فيه واحد صاحبي وحبيبي يعز علي طبعا عنده شوية فراخ فبيحاول يعمل التدفئة فأنا عملت له منظومة للتدفئة اكترونية منظومة اكترونية للتدفئة للفراخ تقدر اي حواحلة ست اي حد يقدر يستخدمها ببيته وجميلة جدا وحاجة عبقرية ممتازة جدا بإذن الله هتقدر تكيف المكان اللي فيه الفراخ بتاعتك اوتوماتيك يعني ايه يعني بدون طبعا ما تولع غاز او تولع لومة الكهرباء اللي قدامك دي لا ده هتبقى منظومة اوتوماتيك جهزة طيب أنا عملتها ازاي يا حبيبي عندك هنا فيه قرص فيه قرص ده هقولك دلوقتي ده القرص ده بتباع عند اي حد بتاع كهرباء ده ملف سخان تلاحظ ان الملف هتشتغل اوتوماتيك اشتغل اوتوماتيك اشتغل اوتوماتيك لوحده زي ما انت شايف كده اشتغل لوحده اوتوماتيك هيدفي طب لما يدفي ودرجة الحرارة تعلي ايه اللي هيتم يا أورسز محمد هقولك ايه اللي هيتم يا حبيبي طبعا هنا فيه حساس بتاعه حساس بتاعه اهو وفيه عندك هنا الترمومتر اللي بقيس درجة الحرارة طبعا انا مش عارف اصور لك علشان احنا بقى طبعا في عشة فراخ طبعا درجة الحرارة حاجة وعشرين ايه دخل على خمسة وعشرين اول ما تقرب عد تلاتين هيفصل اوتوماتيك ايه اللي هيفصل اوتوماتيك ايه المنظومة بقى اللي انا عملتها عنده طبعا جبت له ملف السخان هو طبعا بيوصله على الكهرباء وعندك هنا حساس كهرباء وايه تقدر تخلي تلف الاكرة لو عايز درجة الحرارة تسعين يعني تبقى الفراخ ديش فراخ مشوية عادي تخليها مشوية انت عايزها بقى كام عايزها تلاتين يبقى لازم تستمر وتصبر شوية مجرد ما توصلت تلاتين هيفصل اوتوماتيك يبقى خلينا مع بعض كده ايه يا حبيبي خمس دقايق لما ان شاء الله الحساس يشعر بارتفاع درجة الحرارة لتلاتين درجة وهيبدأ يفصل طيب انا عايزة درجة الحرارة خمسة وتلاتين اقدر اخليها خمسة وتلاتين عايزة درجة الحرارة تبقى مثلا اربعين اخليها اربعين عايزها عشرين تبقى تخليها عشرين يبقى انت كده دلوقتي قدرت تعمل العشة الفراخ اللي موجودة عندك او عندك مكيفة مكيفة ازاي ان درجة الحرارة بتاعتها تبقى ثابتة بدون تدخل من سيادتك كل اللي فيها ان السكان واصل وطبعا ايه المنظومة دي واصلة الحساس بعد ما نكمل دلوقتي ونصبر بس خمس دقائية بازن الله هيبدأ يفصل وهقول لك اه احنا عملنا المنظومة دي ووصلناها ازاي هافصل بقى منها الطياب الكهرباي تقدر بقى تقامنها بطريقة افضل من كده بكتير تقدر تقامنها بطريقة افضل من كده بكتير طبعا تعزي الحاجات دي تبقى بعيد عن اي طفل يدخل اي حد لازم حد كبير هو لتعامل ويبقى الملف ده بعيد عنك خرص في ركن بعيد عن طبعا الدخلة والخارجة بتاعت ايه لما تيجي تحط اكل للفراخ ولا تحط اي حاجة طيب هنقدر هنقدر طبعا نسبة درجة الحرارة مجرد ما الحرارة توصل تقعلى شوية كمان معنا تقعلى شوية كمان معنا تعدي تدخل على التلاتين هيبدأ يفصل الحساس لوحده اوتوماتيك بدون اي تدخل من سيادتك بدون اي تدخل من حضرتك اول ما درجة الحرارة تقعلى هيبدأ يفصل لوحده طيب بعد كده بتعمل ايه الحرارة طبعا بتنزل شوية ايه الحرارة بتنزل شوية اول ما تنزل الحرارة كمان شوية هيبص تلاقيه فصل اوتوماتيك فصل اوتوماتيك فحبيبي فكرة ممتازة جدا جميلة جدا يقدر اي حد يستخدمها بكل سهولة المشكلة ان انت دلوقتي في شهر طوبة كل سنة انتوا طيبين ودرجة الحرارة طبعا يعني تلج درجة الحرارة تلج فاغلب الناس اللي هما بيجيبوا الفراخ والحاجات دي ما بيعرفش ربيها بسبب التدفئة فانا عملتلك منظومة للتدفئة باسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا اوتوماتيك هتقدر تستفاد بيها يا حضرتك وحضرتك وكل الناس اللي بتشاهدنا بس انا عايز بس من اخواتي وحبيبي علشان نقدر نستمر ونقدم لك معلومة ممكن ما تلاقهاش في اي مكان تاني يعني انا بقدم لك معلومة ممكن اي حد تاني يبخل عليك بالمعلومة صدقني والله انا حريص كل الحرصة على اني افيد حضرتك واني افيد حضرتك فياريت بقى تشجعونا ونعمل لايك للفيديو نشير الفيديو مش مشترك عندي في القناة تشرفني باشتراكك في القناة علشان نقدر نشترك اوتوماتيك فصل فصل لوحده يا جماعة والله العزيم بصه قدام منك المنظومة فصل لوحده مجرد ما وصل لدرجة الحرارة الثلاثين فصل لوحده اول ما الحرارة قربت خلص تلاتين انا ضابطتها على ثمانية وعشرين وصلت تلاتين خلاص فصل انا عايز ازود الحرارة شوية هلف في الاخرى وهقدر ازود الحرارة كمان شوية طيب نعمل ايه بقى دلوقتي طيب ما شاء الله دلوقتي طبعا الفراغ طبعا بيبقى مفترق عن التاني طيب دلوقتي انا هفك بقى كده المنظومة دي عشان اقدر اشرح لك حبيب قلبي احنا عملنا ايه احنا لسه طبعا هنقمن الحاجات دي كلها وهنلف عليها شكرتون طبعا ديت لازم تبقى كده بعيد وتركب لها الصاجة طبعا زي اللي انا مركبها كده عشان الحرارة ما تسيحش السلك الحرارة ما تسيحش السلك بتاع الكهرباء وتيجي هنا برضه وكذلك الامر نفس النظام علشان الحرارة ما تسيحش السلك تقدر بقى تثبتها في الحيطة مثلا لو حابب تثبتها في الحيطة تقدر تثبتها حابب مثلا تحط حاجة كده رف حديد انا افضل افضل انك تعمل رف حديد حديد يكون حديد او صاج حتة صاجة كده هتتثبتها في الحيط وهتقعد بقى ايه ده يبقى قاعد كده قاعد عليه لكن انا منايمه بجنب عشان نقدر نصور ونقول احنا عملنا ايه هنيجي بقى هنا فوق نشوف دي اهم حاجة جماعة الترومستات الحراري اللي احنا اشتغلنا عليه طبعا السلوك دي ملكوش مش علاقة بيها ده السلوك كده دي مش تابع الشغل بس انا رابط فيها كده مؤقتا عشان نقدر نصور طبعا هنا 30 هنا 20 هنا 10 هنا 0 يعني لو عايز الحرارات بقى 10 10 بس هتخليها 10 لو انت بقى عندك تبريد لو انت عندك تبريد يشتغل معاك سخن وبارد ده يشتغل معاك سخن وبارد عايز الحرارة تبقى 0 هيفصل على السفر يعني برضو تقدر تتحكم في التكيف تكيف سواء سخن او بارد بنفس الطريقة اللي انا بقول لحضرتك عليه نفس الطريقة اللي بقول لحضرتك عليه طيب لو انا عايز ازود كده يبقى الصد السهم فيه هنا سهم فيه هنا سهم هزود كده خليها 30 هزود كده اخليها 40 هو اخره 40 فيه منه بقى 90 فيه من ده 90 يعني بقى عايز تعمل فراخمة شوية هتخلي بقى على التسعين فانا بفضل طبعا على التلاتين هي الدرجة المناسبة او 28 كده برضو شغال وهيشتغل مع نفسه اوتوماتيك بدون اي تدخل هيفصل وهيشتغل لما تزبط على الطريقة اللي بقول لك عليه طيب احنا بنعمله ازاي بقى بنوصله ازاي بقى ده علشان برضو لو احد اختنا او اخونا او اي حد طبعا مش عارف يتوصل مع اي حد يعمل فكرة يقدر يعمله طبعا انت شفت الصورة هنا بتاعت ده تقدر تشتري من اي واحد بتاعة تلاجات او او سخنات هيبيع لك طبعا الجهاز ده هتروح تقول له عايز زي لاب الظب طبعا هتقول له وصله ازي محمد طبعا انت فيه فردتين طالعين من السخان فردتين طالعين رحيين على فيشة الكهرباء فردة هتروح مباشرة على الكهرباء فردة هتروح مباشرة على الكهرباء زي ما انت شايف كده على الكهرباء والفردة التانية هنقص الفردة التانية ونوصل فردة منهم على دي على حرف على البي فردة على البي وفردة على الوان فردة على البي وفردة على الوان تقريبا ده بقى بتاع البارد ده بتاع البارد السخن هيبقى رقم واحد تمام وهتزبط الحرارة وخلاص هو مجرد ما الحساس بيحس ده بيحس حساس الجنب الترومستاد ده بيحس بيقطع 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 الكهرباء مباشرة عن السخان علشان يقول له بص يا عم السخان أنا كده خلاص الغرفة مكيفة الغرفة وصلت درجة الحرارة المطلوبة نشغل بقى تاني عشان أنا فصل يريد بقى الفكرة لو عجبت خواتي وحبايب قلبي عشان يشجعونا برضو نقدر نستمر شاير الفيديو عند حضرتك أو حضرتك علشان نقدر نستمر اعمل لايك ما تبخلش علينا بعمل لايك علشان نقدر نستمر يارب يكون الفكرة عجبت اخواتي ده حاجة جميلة 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 جدا وممتازة أنا عملتها للناس حبيبي وبسم الله ما شاء الله درجة الحرارة متزبطة أوتوماتيك محدش بيتدخل في أي حاجة نهائيا وبيقدر يشيل دماغه من موضوع التدفئة بطريقة محترمة يارب يكون الفكرة عجبت كل اخواتي وحبيبي وفي الآخر بقول لكم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته